قال كمان رئيس الوزراء ان احنا بنستهدف ان حجم التضفق السياحي على المدينة هيكون ويتجاوز 8 مليون سائح وقال انه البنية الاساسية التي تعمل عليها الدولة واللي كانت بتعمل عليها بصراحة عنده حق لما عمل طريق 10 حرات وليل 10 حرات وكتير وبتاع لا النهاردة طلع لي لازم طريق فوكة اللي تعمل اللي هو بينزل من القاهرة على طول على قرب راس الحكمة لا دلوقتي لي لازمة الى جانب كده هيبقى فيه مطار مطار دولي بيخدم المدينة دي احنا لسه في اول مشروع ضلت له اربع مشاريع يعني انا بقول لحضرتك وبكرة الكلام ده هتشوفوه هو مش مشروع واحد ده ده المشروع اللي توقع فيه لسه مدن جاية في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط بعد كده رئيس الوزراء بيقولك ان دخول النقد الاجنابي بالحجم ده بال24 مليار في 60 يوم ده كله اكيد هيؤثر على فكرة وجود سعرين لسعر الصرف ترجمة نانسي قنقر